على هذا اللعب اللي بالنسبة لي مظلوم مش من الان ولكن يا فابريسيو رومانو هذا الخبر ليس حصري منك اخر تربص على المنتخب الجزائري ظلي ما فيه بشير باللومي نلعب مع المنتخب الجزائري لعب عنده امكانيات رائعة لعب قوي لعب السلام عليكم ومرحبا بكم اول شي نبدأ في هذا الفيديو رح نتكلمه على امين شيخا لعب نادي كوبنهاجن الدانيماركي هذا اللعب الرائع والمهاجم القناص باتمان الكلمة كما تكلم عليه فابريسيو رومانو اي صحفي الشعير انه رسميا امين شيخا اختار تمثيل المنتخب الجزائري وقريبا سيكون مع المنتخب الجزائري خبر مفرح خبر جيد خبر رائع ولكن يا فابريسيو رومانو هذا الخبر ليس حصري منك لماذا؟ لانو هذا الخبر انا واحد من الناس كان مججع للمنتخب الجزائري وكمتابع وانتبع بدقة انه امين شيخا منذ مدة اللاعب من العمل اللي فات كما راكوا تشاهدوا معنا كان معاه محسن اللي مكلفته الاتحادية الجزائرية لإكتشاف المواهب للتواصل مع اللايبين امين شيخا كان حاضر في الجزائر ومريحنا في الجزائر وياكل في اللوبيا صح عليهم يعني ما هيش حاجة جديدة وكذلك امين شيخا صرح كم من مرة وقال انا را نحاب نمثل ونلعب مع المنتخب الجزائري اللاعب جيد مهاجم رائع قناص بيتم معنى الكلمة ان شاء الله في القريبة العاجل نشوفوه يكون حاضر في تربص المنتخب الجزائري وبالنسبة لي انا لازم على فلاديمير بيتكوفيتش يستدعي هات اللاعب لانه حاليا كينجي يشوفو مهاجمين رأس حربة صاريح ما تخلطش الناس رأس حربة صاريح ناف امين شيخ شكور عندنا في المنتخب الجزائري نتكلموا على اسلام سليماني الهدف التاريخي للمنتخب الجزائري انتهى بغداد منجاح نقدر نقوله انتهى كذلك صراحة بغداد يضيع بطريقة رهيبة فرص سهلة امام المرمى يضيعها ولم يسجل مع المنتخب الجزائري في اثنين مباريات الاخيرة في التربص الاخير اللي شارك فيهم ضد الطوغو لم يسجل اي هدف ولم يساهم في اي شيء يعني لعب راح وانتهى عندك شكون عندك امين جويري اللي هو يلاعب ناف ادمي مش رأس حربة صريح عندك عمورة ما يلاعبش رأس حربة صريح عمورة يقدر يلاعب ناف ادمي يقدر يلاعب كجانح اي من وكجانح اي سر ولكن كرأس حربة صريح في المنتخب الجزائري لازمنا صراحة امين شيخة ونشوف لازم فراديمير بيتكوفيج يستدعيه ويعطي له الفرصة ويعتمد عليه لاعب شاب صغير في السن عمره ثمانية عشرة سنة طويل في القامة طول مترا و 92 قباري بسم الله ما شاء الله نشوفوا هادا اللايبين الصغار في كل دول العالم واللوية تبدوا على موهب اللايبين الصعيدين واللاعبين يكونوا جيدين تشوف اسبانيا تعتمد على اللايبين صغار تشوف بارشلونة تعتمد على اللايبين صغار تشوف فرنسا تعتمد على اللايبين صغار ألمانيا كذلك العديد من الدول اللي صارت تعتمد على هذا اللاعبين الشبان اللي يقدروا يتقدموا لك الإضافة ونشوف أن أمين شيخة قادر على تقديم الإضافة للمنتخب الجزائري صراحة يستحق اللعب هذا هداف دوري أبطال أوروبا للشبان هداف دوري أبطال أوروبا للشبان الدانيمارك كانوا حبينه بش يمثل الدانيمارك في المنتخب الأول لأنه هذا اللعب مثل الدانيمارك في كل الفئة السنية ولكن كي لو وصلت للمنتخب الأول قالهم أنا نختار الجزائر ونلعب مع الجزائر والدانيمارك مشي كما فرنسا لا ثغوطات ولا أي شيء أوكي حاب تروح وروح وعطيهم الصحة على هذا الأمر لأنهم هما خدموا هذا اللعب واللي يطوروه واللي يرجعوا منه مواجم جيد إن شاء الله رح يقدم الإضافة الكبيرة للمنتخب الجزائري الآن باش نتكلموا على بشير باللومي هذا اللعب الرائع صراحة بسم الله مشاء الله موهبة حقيقية لعب مباراة جيدة قدم أسيست اللي يسجلوا منها هدف لعب عنده إمكانيات رائعة جدا قابل للتطور مستوى من مباراة إلى مباراة راه يتحسن راه يتطور أكثر وإن شاء الله يزيد يزير روحه أكثر باش نشوفه يسجل أهداف ويصنع أهداف أكثر ويكون حاسم أمام المرمى لأنه اللعب عنده مراوغات لعب سريع لعب مراوغ لعب ما يخافش وما يهبش عنده الثقة في نفسه يمسك الكورة يروح للأمام يستفز المدافعين يجيب كوفرو يجيب بينالتي وهذا هو الأمر المهم والأمر الجيد وبشير باللومي كذلك من الأمور اللي تعجبني فيه أنه لعب منضبط لعب صراحة مخلي الصمعته جيدة والمدرب تعنادي هال سيتي كل ما يتكلم في الندوة الصحفية يشكر هذا اللعب يقولهم لعب موهبة ولعب جيد ولعب رح يتطور ورح يتسجم ولعب منضبط جدا في التدريبات هذا الأمور مهمة جدا اللي تخليه إن شاء الله رح ينجح في المسارة التيه بشير باللومي يراه في البدايات التيه مرضوده جيد أداءه رائع جدا نتمنى كذلك أنه فلاديمير بيتكوفيتش يستدعيه للمنتخب الجزائري لأنه أنا بالنسبة لي في آخر تربص على المنتخب الجزائري ظلي ما فيه بشير باللومي صراحة ظلي ما فيه بشير باللومي لأنه كان سجل هدفين وكان هو رجل المباراة كان يستحق الاستدعاء للمنتخب الجزائري لأنه كان جيد لأنه كتشوف شكون استدعاو في مكان بشير باللومي استدعاو آنس حاج موسى مع كل احترامات اللي هذا اللاعب يعجبني موهبة وكذا ولكن حاليا مع فريقه في فاينورد ما يلعبش أساسي لا يسجل ولا يصنع ولا يمرر ولا أي شي آخر تربص مع المنتخب الجزائري يجابوه للمنتخب هو سفر دقيقة ما لعب ولا دقيقة وجار للمنتخب الجزائري على أي أساس ما فهمتش أوه ما نشعارف صراحة إلى حد الساعة إذا كان واحد يقناني قناني أنا نجيب واحد راوي يسجل و راوي يطور و راوي يخدم و راوي يصنع و كذا و يمد في الأساس خير ما نجيب واحد و مريح على الدقة أنا بالنسبة لي باشير باللومي يستحق الاستدعال للمنتخب الجزائري إن شاء الله يزيد يطور روحه أكتر و يحسن روحه أكتر باش إن شاء الله مستقبل نشوفوه في فريق أكبر وأحسن أيضا باش نتكلمه على هذا اللعب اللي بالنسبة لي مظلوم مش من الآن منذ مدة طويلة صراحة حتى في الفترة تجمل بالماضي استدعاه بالماضي مرة أو مرتين مرة احتياطي مرة لعبه أساسي و مجاز استدعاه رغم أنه الأداء اللي قدمه مع المنتخب الجزائري قدم أداء جيد و قدم أداء رائع اللي هو حيماد عبداللي مع فريق و عونجي أخر مباراة سجل هدف اللاعب المباريات اللي راوي يلعبها راوي يقدم في أداء رائع موسم رائع جدا لعب صلب لعب قوي لعب ذكي جدا يعرف كيفاش يخرج الكرة افتكاك في الكرة شراسة كبيرة جدا في وسط الميدان أنا بالنسبة لي حيماد عبداللي يستحق المكان في المنتخب الجزائري و يستطيع تقديم الإضافة الكبيرة للمنتخب صراحة نتمنى أنه في لاضي مير بيتكوفيج يشوف شوية لهذا اللاعب لأنه صراحة لعب جيد جدا رائع قوي الناس اللي رام يتفرجوا على حيماد عبداللي و يشوفوا مع نادي و المستوى اللي رام يقدموا يعرفوا الكلام اللي رام ينتكلموا لا مبالغة ولا مجاملة علش باش نجامل ما عندي حتى فائدة لا يعرفني لا أنا أعرفه لعب جيد أنا كيكون لعب جيد و لعب باش يقدم الإضافة للمنتخب الجزائري و فيها مصلحة المنتخب الجزائري هذا هو اللعب اللي نتكلم عليه لأنه هنا واش يهمنا كمناصر المنتخب الجزائري أنه نشوفوا لعبين في المنتخب الجزائري لعبين جيدين لعبين يقدموا الإضافة لعبين يخدموا مصلحة المنتخب مش نجيبوا لعبين باش نشبحوا بهم لا نجيبوا لعبين باش يكونوا هناك تنافسية بينتهم والأفضل يستحق المكانة الأساسية وأنا بالنسبة لي كي تشوف مستوى رام الزروقي ومستوى بعض اللايبين حمد عبداللي عنده المكانة أساسية واحد ما ينحياله على كل حال المهمة تنسى شعبنا رأيكم على كل الموادية اللي تكلمنا لها رأيكم مهم جدا في التعليق تحية الجزائر وتحية لكل أبناء الجزائر والسلام عليكم